أهلا بحضراتكم من جديد شفنا رأي الأستاذ حسن مستكاو في تشخيص ما تعرض له الأهل وأفاض المهندس عدلي في شرح هذه الظروف كلها وده الكلام المنطقي وده الكلام العقلاني اللي خليك تتعلم من الكبوة وتبدأ تشوف ده حصل ليه واحد من النقاط المهمين أيضا المدققين اللي اهتم بهذا الظرف الدكتور طارق الأدور وكتب طارق في مقالته كلام رياضي في الجمهورية لماذا خسر الأهل الدوري وقال قراءة التحقيقات في الصحف والمواقع الأوروبية عن تراجع مستوى برشلونة وخروجه صفر اليدين من كل البطولات في الموسم الماضي بعد حقبة أبهر فيها العالم بمجموعة من اللاعبين التاريخيين ولم يذكر أحد سببا واحدا لهذا الانهيار مثل رحيل ميسي النجم التاريخي مثلا أو المدير الفني رونالد كومان الذي تراجع الفريق كثيرا في فتراته أو لم يتحدث الإعلام فقط عن نوعية من اللاعبين الحاليين التي تختلف عن جيل ميسي وإنيستا وتشاف وسوارس وغيرهم ولكن تناول الإعلام 14 عنصرا لتراجع المستوى شملت كل عوامل التراجع حتى الأزمة المالية التي عاشها الفريق حتى يكون التحليل موضوعيا ويعود النادي لمكانته وقال طري الأدوار لو ركز برشلونة على عنصر واحد فقط فلن يصلح الأخطاء التي فقد بسببها الألقاب ولكن الإعلام الكتالوني أدى دوره الطبيعي في إبراز كل الأخطاء التي يمكن علاجها حتى يعود أبرز فرق الكرة في العالم بيقول كان لابد من ذكر تلك المقدمة قبل تحليل لماذا فقد الأهلي أربعة من خمس بطولات لعبها الفريق هذا الموسم ومن بينها بطولة تهم جدا جمهور الأحمر وهي الدوري ومعها السوبر المصري والكأس القديمة ودوري أبطال أفريقيا بعد عامين اكتسح فيهم الأهلي كل شيء محليا وقريا ودوليا بيقول طارق الأدوار للأسف تحول إعلامنا عن دوره الرئيسي في إبراز الأخطاء وكيف يتم علاجها إلى إعلام فئوي كل ما يبحث عنه كل طرف من الإعلام المناصر للأهلي والزمالك عن سبب واحد فقط ليلصق به تهم خسارة الألقاب دون أن ينظر إلى الأسباب الأخرى جمهور الأهلي يريد الآن أن يعلق أسباب خسارة الدوري إلى الحكام فقط دون أي سبب آخر مثلما كان يفعل جمهور الزمالك لسنوات طويلة من تبرير أي خسارة بالتحكيم ومقولاته الشهيرة التي لم أجد مثلها في العالم عن البطولات الحلال والحرام والحقيقة أنني لم أكن يوما دون طره الأدوار أدخل التحكيم ضمن أسباب الخسارة لأنه يخفي العناصر الأخرى ولذلك لم تكن أخطاء التحكيم هي السبب الأوحد لخسارة الأهلي لبطولته المفضلة الدوري موسمين متتاليين ولكنها ضمن أسباب كثيرة تحتاج إلى علاج عاجل إذا أراد الأهل العودة السريعة وقد ذكرت منذ أيام أسباب فوز الزمالك بالدوري لأنه من الظلم إلقاء الأمر على التحكيم فقط والآن أذكر أسباب خسارة الأهلي بنفس المنطق دون أن أركز أيضا على التحكيم وحده سببا عندك تعليق ولا أقول لك الأسباب لا أنا تعليق أن أنا موافع لكل الأهل بس ما حدش قال أن التحكيم بس لوحده إحنا قلنا لو كنا أقوياء بيجي درجة كافية ما كانش التحكيم أثر كنا حنتحمل وهو نفس التحكيم ما كانش حيبقى يعرف أنه يقدر يأثر عليه بيقول طر الأدوار أولا أتفق في الرأي على أن أخطاء التحكيم هذا الموسم كانت أكثر جدا من معدلاتها في أي مكان في العالم ولكن للأمانة صب الكثير منها لصالح الزمالك وضد الأهلي ونذكر مثلا أن الزمالك حصل على ضربات جزاء مشكوك في بعضها وكانت سببا في تقدمه بالهدف الأول في 8 ضربات احتسبت له وتقدر النقاط التي فقدها الأهلي بسبب التحكيم بـ 14 نقطة بجانب حصول الزمالك على 11 نقطة تقريبا بالأخطاء ده كلام موضوعي وهو دقيق أيا بس ما هو بعد كده يقول لك بس ما تكلمنيش على التحكيم قال بقولك أنا محتاج العدل وأنا مش في أحسن حالاتي أنا أحوج للعد وأنا مش في أحسن حالاتي أنا أحوج للعد فلما بقولي التحكيم لأن أنا عارف أن أنا عندي قصور ما هو أن أنا ما عنديش قصور أعمل لأنت عايز وكنت بتعمل لأنت هو ماتش خمسة خمسة تلاتة ما كان فيه أخطاء تحكيم بيقول كمان طر الأدور ثانيا عانى الأهل طوال خمسة مواسم متتالية من زيادة معدل المباريات دي أسباب موضوعية بقى بحكم أنه خاض كل البطولات المتاحة محليا وأفريقيا ودوليا بجانب أن الأجهزة الفنية لم تتبعوا الطرق السليمة لتدوير اللاعبين ده الرأي المهم جدا وقلنا أشارنا إليه ثالثا كان هناك دور مبارز للأجهزة الفنية منذ فترة موسيماني لأنه لم يقنن الأحمال جديا ولم يوزع الجهد على عدد أكبر من اللاعبين ففقد الأهل تشكيله بالكامل تقريبا في نهاية الموسم وجاء سوارش ليكمل السلبيات لأنه لم يتمكن من إضافة أي جديد للأهل خططيا أو من خلال تطوير مستوى باقي اللاعبين الباقيين الحتة دي ممكن نقف عندها فيما تعرف موسيماني أنا حللتها وأنا قلت رأي لسببين أنه ما استخدمش التطوير جيد وسياسة الأحمال مع الأجازات ده الأحمال هي الكارثة الأساسية اللي وراء الإصابات وراء عدم الإعداد البدني الجهد وعدم تجهيز الأهل للمشوار في الدور الثاني وقلت لك أنا ما شفتش حاجة في الدنيا كده أن أجازات بالعشرين يوم للجهز كله بما فيه مخطط الأحمال بما فيه اللاعب اللي ما بتلعبش بدون خطة متسابة هم دلوقتي تحت وجهة نظر مدرب جديد اللي هو سامي كابتل سامي أمصار طب هو ده كلام يعني لكن أنا أنا يعني أنا كنت عايز أقول كنت عايز أقول حاجة فقط الكلام على مسماني على مسماني والأحمال مش مسماني والأحمال بس والتحكيم لا لا التحكيم خلص هو الرجل الآن هو قال لك الآن لتأثر بـ 14 نقطة فقد 14 نقطة وإزاي مالك استفاد بـ 11 نقطة وطره الأدرو بقولك بس مش التحكيم الواحد وإحنا معاه فأنت دلوقتي الأحمال مسؤولة عن الإصابات الإحمال مع الإجهاد مسؤولة عن الإصابات زائد نقول لك خمس سنين أنا بس لخاص الأمر في آخر ثلاث سنين لكن الموضوع أطول من كده وده يقودنا أستاذ إبراهيم لنقطة مهمة جدا هوحنا أولوياتنا فين لما الناس شعرت أنه ما خدناش من طولة أفريقيا بقت أولوياتنا أفريقيا فتحط ده وكان هناك مخاطرة أن الدوري ممكن يروح منك لأنك هتلعب بشكل مضغوط وأنت مرهق في الدور الثاني فالإنت المعادلة دي محتاجة محتاجة جدا جدا يا إما يبقى عندك فريقين فعلا زي بعض ويشيلوا عن بعض ومدرب فاهم بقان أحمال جيدة وفاهم في التدوير وعارف واللعب نفسه بقى يبقى فاهم مشانا نجم النجوم لازم ألعب كل الماتش والتسعين دقيقة الحقيقة الجوستي كان بيعمل دي كان بيعرف يرايح بركات ويرايح ابو تريكا ويسحب بركات ويبتدي بابو تريكا ويبتدي بركات ثم يرايح ودايما حسابات النكست عنده يعني حسابات النكش جاي فيه ودايما فيه كل سنة فيه دعم بأسماء الناس تفاجأ بيه أستكوزة مرة كوشري قبل كده في القديم درقبة أستكوزة وكوشري اللي اتنين ممشيش مع بعض قابد إينو الشريف عفضيل فاهمني تمالي كان بيبقى فيه نوع من التطعيم عبدالله السعيد فيه دايما نوع من التطعيم بعناصر تشعر وهي تشعر نقسة سيرة منها ما بتلعبش التسعين دقيقة وكل المتشاط طيب ده كلام كمان مهم ثالثا بيقول طرق الأدوار كان هناك دور بارز للأجهزة الفنية منذ موسماني لأنه لم يقنن رابعا للموسم الخامس على التوالي تكررت مشكلة إهدار الفرص السهلة جينا لأسباب التكتيكية أو الفنية التي وصلت إلى معدلات مخيفة بإهدار ما بين 18 و 20 فرصة محققة في بعض المباريات دون تسجيل أهداف دي برضو ملاحظة في منتهى الأهمية دي في رأيه لها ثلاث أسباب الحالة البدنية والزهنية لللعن ودي جزء ما فيش جزء ما فيش حاجة سبب واحد الحالة الثانية طريق تفكيره بعد ما كان بيلعب السهل والمضمون عايز يجيب الجن الحلو فيبتدي يهدر تبتدي ثقته تقل فيلعب متصربعة الدائلمة دي تعيشه فيها تالت حاجة الفردية عندما تسود الفردية الفريق يحدث هذا وقد سادت الفردية الحقيقة في دور تاني الفريق تمام ممكن أضيف لك سبب رابع غياب التدريبات التخصصية لأنه ده برضو أنا مش متخيل أنه لاعب يفضل يهدر فرص سهلة قوي ويتساب يتساب بدون مراجعة مانو الجزء لو تفتكر أنا فاكر مقولة مرة أبو تريكا في الكرة اللي حطها قدام أوكلندس الفول اللي منبرة وحط رجله قال لك مستر منول كان بيعلمنا لما تثبت الكرة عايزة تروح فين تحدد المكان اللي أنت تضرب فيه الكرة لو ضربت المربع ده مجال باليارض هتروح في الحطة اللي أنت عايز دي دقة بقى التدريبات التخصصية دقة وخلي بالك أنه عندك الوقت لها وعندك اللعيب المهاري اللي سيجيب لها هي كل إحنا بقولنا الشروط في جزء على اللاعب جزء على التدريب جزء على نظامك الكروي إذا كنت عايزة الكرة في مصر تنهض لازم تعمل دوري اللعيبة تقدر تاخد قصة ابتدى ابتدى في آخر الدوري فريرا يشتكي هو حدد فريق كله من نشرين بكرة واخد بالك لأنه خلاص فأنت الحقيقة الأسباب مكتملة تعالي كلها اللي خص اللي قال لي أعتقد أنه أصبح أي مدرب حييجي حيستوعب الأخطاء دي ولجم يكون في حد بيرصودها كان فيه ناس اقترحت أنه لما بتستفدش من لعبة متميزين في الخطوط دي في تدريبات تخصصية وحتى ضرب بالمثل حد من المدربين بواحد زي كابتن عماد متعب قال لك واحد زي عماد متعب هو ليه ده مثلا كفروة حساس كبير لما يستعنش بيه في تدريبات تخصصية يتمرنها مع المهجمين في التحرك هو الحقيقة أستاذ إبراهيم ما قدرش تجيب لعب موهوب يعلم اللعبة في المركز في أي حاجة إنما يعلموا فلسفة الحركة فلسفة الحركة مش التكنيك مش التفكير إنما تتحرك إزاي يقدر يقول أنا كنت بأعمل كده على الأل حتى للملاحظات بخد بالك بس دي دول اللي كنت بقول لك أنا موافع على ده بس في خطاع ناشئين في فوق كده ما فيش لعيب عايز يجيب لعيب يمرن أو يتمرن معه يعني أنا لما أقول مثلا للمدافعين أنا لما يجي هانو رمزي يتمرن مع مجموعة الناشئين في فرط الناشئين أنا معك بقى إنه لازم أحط اتنين مهاجم ومدافع ثلاثة ولعيب خط وسط في تدريبات في ضمن الأجهزة حتى لو مش ضمن الأجهزة يستعام بيوم لفترات يعني أجي أكلمك فمات شوية مشيه ضيف زائر لا وليه معينش يبقاش تركيبة الجهاز الفني بتاعك كده من عندي نجوم كتير عندي نجوم كتير وعايزين يكونوا موجودين واخد بالك لازم التفكير يبقى مختلف شوية على فكرة مش هتكلفنا كتير إحنا بس هنرشد الإنفاق أنت بتصرف كتير جدا على قطاع الناشئين صحيح قال كمان طر الأدور خمسا عانى الأهل حتى في أوقات الانتصارات الأفريقية من ضعف الحلول التهدفية وبينها بل وأهمها عدم استغلال الكرات العرضية أو السرعات في اختراقات العمق يعني مفيش الحلول الفردية وقال انخفض مستوى كل النجوم الأساسين في الفريق وفي المنتخب في الوقت الحساس من الموسم زي الشنوي والسلوي وحمد الفاتح والشريف وأيمن أشرف بسبب الإجهاد وده سبب واضح وقال كالعادة عنى الأهل تكرار الإصابات بمعدلات رهيبة حتى طلت كل النجوم أساسين واحتياطيين وقال ثامنا نتيجة الأحمال الزائدة واستنفاذ الجهد طوال الموسم الطويل لم يستطع الفريق الاعتماد على سرعة التمرير التي تميز بها الأهل مثلا في عصر فيلر فكانت سرعة الإيقاع بطيئة للغاية ده صحيح تسعا وأخيرا في تشخيص طرق الأدور لسبب فقد الأهل الدوري قال تميزت كل تشكيلات الأهل المتواجب بالألقاب بالقدرة على الضغط على المنافس في أماكن متفلقة في القلعب ومن أينها الضغط العالي حول منطقة جزاء المنافس وهي الميزة التي افتقدت تماما هذا الموسم دي عاملو أنت كنت الفرع اللي قدامك ليسه مش عارفة تعمل معك محاصرها ضغط بس خلاص ما أنت بدنيا مش قادر هو ده بقى العنصر البدني وده له سبب خاص بالتدريب ولا سبب خاص باللعيب ممكن اللعيب يكون بيصهر ممكن اللعيب يكون حياته الخاصة مش مستحمل وذاني ما بقول كده لو أنت مرتاح تتحمل هتريحني فأنت كل دي لازم الإجابة بتكون عنده كل واحد بصدق مع نفسه هو أنا اكتفيت مكورة ولا عايز أرجع هو أنا اكتفيتم البطولات ولا لسه إذا كان لسه وعندي هذا النعم والشغف ونظرة النمر الجائع اللي كان بقول روكي في الفيلم إذا فقد الملاكم نظرة النمر الجائع يبقى فيه خطور عليه وإذا فقدنا رغبة المخرج في الفاصل إيه اللي يحسب والله أحسب والله هارتنا تجاهلها نطلع لفاصل أخير موسيقى موسيقى موسيقى